أكد نائب مدير الجامعة لقطاع التخطيط والتطوير الدكتور عادل لحسنان أكد عن بدء التشغيل التجريبي لمدينة صباح السالم الجامعية الاشدادية بداية الفصل الدراسي الثاني لحسنان قال إنه سيتم استلام مباني لأربع كليات خلال الشهرين المقبلين بشرط الانتهاء من إيصال التيار الكهربائي ومضيفا أن بدء التشغيل الكلي لبقية الكليات بالحرم الرئيسي خلال عام 2020 وذلك بالنسبة للكليات الرئيسية باستثناء العمارة وعلوم الحاسوب